اشتهر خليفة بن بطي المهيري الملياردير الإماراتي بزواجه من أميرة الطويل عام 2019 ورزقاً ببدنهما زايد وابنتهما الثانية الجوهرة في 2020 لكن الأمور أخذت منحة سلبياً بعد إعلان إفلاسه بسبب انهيار شركة NMC Health التي كان يشغل فيها منصب نائب الرئيس زوج أميرة الطويل أضطر لبيع قصريه في لندن بقيمة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات لسداد ديونه القصر الأول في كوينز جيت يقدر بنحو باروار أرب عبله 30 مليون دولار بينما يبلغ سعر المنزل الثاني حوالي 25 ألف دولار يتم تسويق الممتلكات بواسطة الحراس القضائيين كجزء من إجراءات الإفلاس تفاقمت الأزمة بنهيار شركة NMC Health في عام 2020 حيث اتهمت هيئة الرقابة المالية الشركة بالتضليل بخصوص ديون تصل إلى 3 أفوفين بيلاين مليار جنيه استرليني يذكر أن الملياردير كان يشغل مناصب هامة في مجموعة كي بي بي أو الاستثمارية وشركة NMC للرعاية الصحية في لندن بيع قصوره في لندن يظهر كدهور الوضع المالي ويرتبط الإفلاس بتداولات تاريخية تبدأ في أبو ظبي عام 2020 ويأتي هذا الإعلان بعد محاولات لسداد الديون يشير تسريب دعوة زفاف أميرة الطويل عام 2015 إلى حفل فاخر حضره مشاهير العالم ولكن يظهر الواقع الحالي تحولات غير متوقعة في مسار حياتهم المالية